ما الذي على رئيس الوزراء أن يقدمه ليكسب ثقة الجماهير؟ هنا القضية لما يعترف رئيس الوزراء أنه الشعب هو الذي يطلب والشعب صاحب الشرعية والشعب حدد مطاليبه وعليه أن يسرد على الشعب أنت تخليني بهذا سؤالك أستاذ نجم كأنما أنا متفقة ومتجاوزة خطوة مدى شرعية هذا التكليف هذه نقطة مهمة جدا يعني أنت تطلب مني الآن أن أجيبك كأنما الحلقة التي هي متعلقة بمصداقية وشرعية هذا التكليف التي يجب أن تأخذ من الشعب العراقي والشعب اليوم طلع ومثل ما ذكرت حضرتك مليونية وفي ساحات أدى ليس فقط في التحرير في الحبوبي والنجف والأمارة والكود هذا الشعب العراقي الشعب العراقي يقول هذا التكليف لم يأتي وفق ما طلبناه ولم يأتي وفق الشروط التي وضعناها ومع هذا إذا أريد أن أسايرك في سؤالك باعتبار أنه التكليف قد تم فعلى السيد محمد توفيق علاوي من اللحظة الأولى هو بدأ بخطاب تكليف وعد الشعب بتحقيق مطالبهم وأول شيء ذكر أنه سيحاسب قتلة المتظاهرين وسيضع الإجراءات القانونية أمام كل أساليب القمع بحق المتظاهرين طيب ما هو البارحة بعد تكليف بساعات تعرضت الساحات إلى هجمات وإلى قمع وإلى ضرب الهراوات أين موقفه من يوم أمس إلى حد الآن تجاه هذه الحالة يعني كان يفترض به كي يثبت مصداقية أمام الشعب العراقي أنه جدي في وعودة التي أطلقها أمام الشعب العراقي حتى وأن لم يتم يعني خلونا قسم يقولون هو لحد الآن التكليف لا يكتسب شرعية النهائية إلا بمصادقة البرلمان ولكن هو رئيس وزراء مكلف الآن مكلف بمعنى لديه صلاحية لتشكيل حكومة لاتخاذ إجراءات لإبداء رأيه اشتركوا في القناة